لابد من في البداية أن نستمع إلى رأيك بما حصل في الجلسة التشريعية الأخيرة والتمديد لقائد أو رفع سن تقاعد الضباط وبالتالي تأجيل تسريح قائد الجيش لكن هذا الموضوع صار ورانا طلع الأنون وهلأ في طعن مادد وفي طعن بس لأخبرك أنه فيه نقص بلعه فيه نقص لأنه هذا الأنون اللي طلع بيطál شخصين بيطال قائد الجيش بيطال مدير عام قوى الأمن الداخلي ما بيطال بقية الأجهزة الأمنية هذا الشغل الأولى الشغل الثاني الخلل اللي حاصل بهذا الأنون أنه فيه اللي بيرتبة عميد مؤهل أنه يعمل قائد جيش أو مؤهل يعمل مدير عام قوى الأمن الداخلي وبيئله بعد مهلي معينة يعني عم بتروح سنة من قدامه بدل ما يعمل ثلاثة سنين أو أربعة سنين مدير عام أو قائد جيش رح يعمل سنتين أو ثلاثة هيدا الشغلة الثانية اللي يجب أن يخدوها كان بعين الاعتبار الشغلة الثالثة يلي كمان فيه ألوية طلعت بهذه السنة فيه لواء طلع على التقاعد بهذه السنة وتعرف الفراغ لواء عباس مراهيم لا لواء عباس مراهيم خدم للأربعة وستين كان مدني ألوية اللي هي فيه الفراغات اليوم بالمجلس العسكري طيب طلعوا بالتلاتة وعشرين كمان انظلموا يعني كلها كانت لازم تشمل بحتى مرأة بمخورة طبعا حتى تكون شمولة تكون من أول سنة الف وثلاثة عشرين لكن هو الأنون اللي كانوا حاملين الحزب الاشتراكي هو الأحسن كان أحسن شي موجود بقى هيدا اليوم متل ما صدر منو شمولة شو شمولة أنه بيطال اثنين بس بقى يمكن هذا مدخل لباب الطعن هلأ تنوصل للمجلس الدستوري اللي بك تسأليني عنه كمان أنا برأيي أنه رح يطعنه طيب الوطن الحر أساساً قال أوكي رح يطعن بس أنا تأديري حسب تركيبة المجلس الدستوري وحسب اليوم رح يستعملوا السياسة في القانون مثل ما قلتلك بقى الطبيعة يعني وقت لبديك تأخذي من الناحية التعينات اللي صارتوا تركيبة المجلس الدستوري يعني إذا بديك تشوفي أنه السن موافقين على القانون الدروز موافقين على القانون الشيعة موافقين على القانون طيب كيف بدوا لك كيف بدوا يربحوا الطعن ما حيربحوا الطعن يعني تعتقد أنه طيار الوطن حلن يكسب الطعن في المجلس الدستوري بدكم منموم سبعة سبعة من أصل عشرة هل إذا كان إذا كان يعني ما قلتلك السياسة في القانون يعني ستتضغط الضغط السياسي برأيك الضغط السياسي طبيعي لأنه وبعديني صارت ضغط وصار خلافات وصارت انكيات بهالشي هذا يعني راح يخلي المجلس الدستوري كمان يعاني نفس المعاناة اللي اللي عينوها الفرق السياسيين قبل ما يطلع هذا القانون طيب تثوري أنه يطعنوا بالقانون مثلا نحن نرجع من أول وجديد نعيد نفس نعيد نفس بقى مشان هاكل كليك بدوا يصير فيه ضغط سياسي أنه لا وإذا حسوا أنه فيه قابلية ولقيوا نقطة ضعف أنه ممكن أنه يطعنوا بالقانون راح ينسحبوا ما راح يكون فيه سبعة بالمجلس الدستوري هل تتقد أنه المجلس النية بأنقذ حكومة ميقاتي بأنه هو يتكفل بهذه المهمة علما أنه هي من صلاحيات الحكومة لش ما بده أنقذ حكومة الرئيس ميئتي ما بده أنقذ لأنقذها يمكن لأنقذ حكومة الرئيس ميئتي إما كانت مقصودة أو غير مقصودة لأنه هني قالوا ما كانت مقصودة هاي المظاهرة اللي صارت ومنعوا الوزراء أنه يوصلوا على مجلس الوزراء بس ما كانوا قادرين يوصلوا الوزراء البعض شفناهم فاتوا على هلا في منهم إذا انفخد دوليبو بيتحمس بغيره بيعرفي غيره في منهم إذا انفخد دوليبو ما بيعرفي غيره بينطر واحد ليغير له بعدين الرئيس ميئتي طبيعي أنه ما كان وأنا ما أكون مطرحة وأنه فيه إشكالية كمان أنه سلفا سيطعن وسيربح أمام مجلس شورى الدولي لأنه هيدا القرار مجلس الوزراء ما بيقدر لوحده يمدد يمدد له سنة أو يأجل التسريح إلا بقرار من وزير الدفاع وزير الدفاع مثل ما بتعرفي منه قبل بقى حكما رح يبقى هيدا رح تتحمل هالمشكلها رح يتحملوها لرئيس ميئتي والرئيس ميئتي يجد طيب التالتة يفترض أن طاقت جلسة مجلس الوزراء التي أرجعت من يوم الجمعة ومن المفترض أن يتم فيها تعيين رئيس الأركان واليوم يقال بحسب الشرق الأوسط نقلا عن مصادر نيابية أن تعيين رئيس الأركان قوبل باعتراض من رئيس تيار المرض نابس سليمان فرنشي مش بس صعبة لأنه إذا حتى كمان بدوا اقتراح قائد الجيش بدوا يقترح اسم وبعدين بدوا كمان طبعا بعد استشارة قائد الجيش بيقترح الاسم وزير الدفاع ما فيهم يعملوا مجلس وزراء ويقترحوا الاسم اللي بدون يهني إذا وزير الدفاع كل الوزراء وقتبك تعاينين المديرين عامين لألون بدون يقترحوا هني الأسامة أكبر دليل أنه وزير المالية غيره رياض سلامة ما بيقدروا يغيره رياض سلامة من 2016 إلا إذا اقترحوا وزير المالية ويوم أنت وزير المالية ما اقترح بشناك مددوا له والوكل كانوا مفقين بالآخر طب شو رأيك بموقف رئيس تيار المرض المنقول عن مصادر نيابية الذي يقول أنه لا يقبل بتعيين رئيس للأركان بذريعة أنه لا يمكن أن تقرر التعيينات في هذا الوقت في ظل غياب رئيس للجمهور صحيح هذه وحدة من هات أنه وقت ما عين رئيس أركان فينا نعين قائد جيش وفينا نعين المجلس الدستوري كله طب كيف يعني ما كمان رئيس جمهورية مفروض يكون موجود هلأ بدك الحقيقة أنا برأي أنا برأي لمن بده يشرع مجلس أنه لازم يلغو المادة 75 من الدستور هلأ لو فيها إكيفوك فيها التباس بس أقول لك لاش لأنه الأنون وقت اللي بيصدر بده يمره بثلاثة حالات عند رئيس الجمهورية بيقرأ أو بيقبله وبيبعته للنشر أو بيطعن فيه أو بيرده لمجلس النواب ليعدلوا فيه بعض الأمور اللي هو شايفها وهو دي ثلاثة من صلاحيات اللثيقة لرئيس الجمهورية يعني ما فيه يصدر أنون كيف ما كان إلا ما يكون فيه رئيس الجمهورية رفتي كيف رئيس الجمهورية هو اللي بينشر وهو اللي بيبعته لمجلس النواب إذا شاف أنه فيه نقص وهو اللي بيطعن فيه كمان مثل ما رئيس مجلس النواب بيطعن كمان مثل ما رئيس الحكومة بيطعن مثل ما عشر نواب كمان بمجلس النواب بيطعنوا بالأنون بقى أنا برأيي هلأ ماشي الحال طالما الاتفاق وصل أنه عدلوا هذا الأنون وصار فيه قائد جيش وارتاحوا نفسيات البعض والبعض بقيوا زعلانين ما فيه شك أنه تعرفيه لكن بدي قليك شغلي حليمة وبتحز بقلبه للواحد يريت مجلس النواب بتحمس مثل ما تحمس مبارح وبيقولولنا التحقيق الجنائي وينصار وبيقولولنا انفجار المرفق وينصار وبيقولولنا أموال الناس ورياض سلامي وينصار وين التحقيق هايدي هالقصة هاي هاي بده تعديل بفقرة صغيرة معينة بأصول المحكمة الجزائية مثل ما عدلتوا مبارح القانون وقولوا خي قولوا بيمشي التحقيق ما بده هالقدي إذا كان فيه اعتراض بس خليها خليها تلات هاتلات أشياء تمشي بدون هل تعتقد؟ ابعديني لك كفي لك نعم يا ريت كنتم متحمسين بالماد تسعة واربعين وقتلك بتنتخيب رئيس جمهورية قبل بشهران من انتخاء ولاية الرئيس ما كنا وصلنا لكل هالأمور هايدي ولكنها بس ما تحمسنا إلا طيب البلد مش خربان إلا لأنه ما في قائد جيش وإذا فالقائد الجيش بتخرب مظبوط لازم يكون في قائد جيش ما في دولة إلا ما عندها جيش وفيها قائد بس أموال الناس وين وين التحقيق مع رياض سليمين وين التحقيق الجنائي وين صار كلفنا مليونين ونص دولار وين وين التحقيق على المرفأ وين صار طيب يعني عن جد أنا ما بحق اللي أعرف مين اللي فوت هالبضاع على هون كيف إجت لهون وكيف ولعت هلأ شو بدي حلك شغلي القاضي القاضي يعني القاضي الأول والتاني يمكن بلشوا غلط ويمكن شايفوا أنه العالم بالمظاهرات وأهل الضحايا طلعت فشة الخلق بالمدير العام من هون يعني كل اللي توقفوا أوكي عندهم مسئولية حتى الوزراء مسئوليتهم مسئولية يعني مش أساسية المسئولة الأساس كيف فاتت كيف تفجرت المسئولة الأمر بالمدير العام من فتكيرة